حدثنا سفيانو عن الزهري عن عبيدي بن السباقي عن جويرية بنت الحريث قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يومين فقال هل من طعمين قلت لا إلا عظماً أعطيته مولاة لنا من الصدقة قال صلى الله عليه وسلم فقري به فقد بلغت محلاها حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة وعن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة قال سمعت كريباً يحدث عن أبن عباس عن جويرية قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على جويرية بكراً وهي وهي في المسجد تدعو ثم مر عليها قريباً من نصف النهار فقال ما زلت على حالك قالت نعم قال صلى الله عليه وسلم ألا أعلمك كلمات تعدلوهن بهن ولوزن بهن وزن سبحان الله عدد خلقه سبحان الله عدد خلقه ثلاثاً سبحان الله عدد نفسه 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 س حثنا محمد وحجاج قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي أيوبا عن جويرية بنت الحريث قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها في يوم جمعة وهي صائمة فقالا لها أصمت أمس قالت لا قال فتريدين أن تصوم غدا قالت لا قال صلى الله عليه وسلم فأفطر إذن حثنا أسود يعني ابن عامر حدثنا شريك عن جابر عن خالته أم عثمانة عن أطفالي أبني أخي جويرية عن جويرية عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لبس ثوب حرير في الدنيا ألبسه الله تعالى ثوب مذلة أو ثوبا من نار حثنا عاصم حدثنا ليث بن سعد حدثني ابن شيهاب قال إن عبيد بن السباق يزعم أن جويرية زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها فقال هل من طعمين قالت لا والله ما عندنا طعام إلا عظما من شات أعطيتها مولاتي من الصدقة فقال صلى الله عليه وسلم قربيه فقد بلغت محلها حثنا عفان حدثنا همام حدثنا قتادة حدثني أبو أيوب العتكيء عن جويرية بنت الحريث قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم جمعة وهي صائمة فقالا لها أصمت أمس قالت لا قال أتريدين أن تصوم غدا قالت لا قال فأفطري